انا ياب كريم كريفة عن السور الحور سوفين تفاضل تفاضل سوفين تفاضل سوفين تجيبني انا شنوه كريم يا خيانا اتكلمت اصلا اي 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 اول حاجة انه النظام الداخلي رغم ان تعملش وقت اللي اه النهضة ونيداء تونس في صحف العصر وانا ما نفهمش كيفاش تحبوا الدخل ونيداء تونس في كل شيء النظام الداخلي تعمل من وقت المجلس تأسي وتغييرات طفيفة اللي ممستش هذا بالكل في وقت المدة النيابية اللي فاتت هذي التدقيق الول التدقيق الثاني هو انه وقت اللي قلت انه الاستاذ بدر بشر الشيبي بشر الشيبي بشر الشيبي معناها تحفظت القضية اللي قدمها ضد عبير موسي طلب فيها بايداحها فيما صحها عقلية ترفضت لجهله بالاجراءات معنى هذا يا راني انا امشي طول في مخي تذكرت انه القضية متاع الاستناف في ملف التجمع المنحل اللي قدمتها الاستاذ عبير موسي ترفضت هي بيدها شكلا بمعنى لجهلها بالاجراءات كيف 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 مام هم نوتا انا بقصلة نقطه اخرى مش نحكي ان على اجواب هذا اللي مهوش مش مصحح ما هوش هذا يفكرنا فاكستيل لو قربوه قبل اللي نقوله كل شي النجم نقوله كل شي لكن حتى حد ما يعرف انتي شكول وحتى حد الشنية المصدقية متاع هذا وهذا هو دور النواب أنهم يجيهم جواب مجهول الهوية يمشي ويعطيوه للجيات المسؤولة أهم ولو بواتوليترو بره معناها في رأيه أنه ما هوش هذا فهذه فما سهولة كبيرة في التعامل مع قضايا جدية وللأسف الدستوري الحر يبدو أنه يتعامل بكثير من السهولة مع القضايا الجدية من بينها قضية اللوايح اللي هي مسألة كبيرة ولي بشي راجعوها حاجة مبتذلة لأنه فما كما يقولوا إفراط في استعمال الحق كريم كريفة تفاضل شكرا أولا في سياغة النظام الداخلي صحيح أنا كنت في التسيسي ما هوش نفس النظام الداخلي كي جاءت الموندالي فاتت في إطار التوافق والتحابب والتعايش على سار وهذا شيء ما ينكره حتى حد تم سياغة نظام الداخلي جديد على القياس هذي حد دايور يقولوها الناس كل في خصوص في خصوص في خصوص الفصل 141 هذا حق يسنده النظام الداخلي أنا نستعمل في حق أنا كوش عليك أنت مرأة عطا القانون بيش تعمل قضية في النفق يقولي عليش تعمل في قضية نفق ما وانت محامي كريم وتعرف أنا محامي كريم وتعرف اللي فمه حكاية الإفراط في استعمال الحق كيما الإفراط في استعمال القوة عليش عليش خلنا عتي إساسة دي ناتور الحق باي خلنا بده سيدي أحنا قدمنا الليحة اللولة في عدم الاستفاف ضمن المحاور في المشكلة الليبة الليحة الثانية في تصنيف تنظيم التنظيم العالمي الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي هذا موقف عليش ما نعملوش وثانيا بايش ينقل حياة السياسية خلنا عرفوا شكونوا معاهم مشكونوا معاهم الذين يدعون التتونس وتمدنوا وحزب مدني والسياس يا أخوية هاو تينا عتي كادو بايش أنت تنفي الطهم اللي أنت عندك خليني معاش نقول لك أخوان جيف داخل المجلس أما أنت تجي تعمل توتلي مالفيرساسون ليه مانوفر بايش ما تتعداش اللي حاذي هذا إن يدل على شي فإنك أنت منزعج من أنك تعطي موقف صريح من الموضوع هذي خد سفر قال كمال الانزعاج هو الانزعاج كريم هو الانزعاج هو من الانتباع اللي يعطيه الدستوري الحر من أنه نحب وحدي ناخذ الإسلاس نتعى المعارضة أنا وحدي اللي نواجه الإسلاميين وإن كان هذا مش صحيح لأنه لأنه فما غيركم أنا وحدي اللي مستهد فهمنا الإرهاب وهذا مش صحيح وهذا يعني هذه الرغبة في الاستحواذ على كامل الفضاء المعارضة جاوبنا على الفكرة ذي يا سكرين سمعني الاستحواذ على كامل الفضاء المعارضة منعناهم احنا بشي قوموا بلا وايح ولا ينسقوا المواقف ولا يجي لا مش صحيح رأوسو هذا وعودنا الانتخابية وعودنا لعبات بيهم اثنين الخط السياسي متاع الحزب الدستوري الحر واضح منذ مؤتمر الثبات في 2013 احنا من اللول رفضنا منظومة الاخوان والمنظومة هذي اللاجئة وشوفنا التخريب هذا هذا تقييمنا في الحزب هذا تقييم بتاعنا واخذينا موقف انه كذا ما يعنيش انه احنا وحدنا على خاطر تشوف انتي التنسيق بين النواب داخل الكتل الحدثيين والوطنين والكل شوف وصلنا الروبو وصلنا المنعر اش طريق يا اما مع الدولة الوطنية او مع المشروع الاخواني في المنطقة وفي تورس اخويا حتى حد ما عاد ينكرها اثنين انهم بش الميعاها القضية ويقولوا لا ومش وقته فما مشاكل وحده كل لحب نعلم الرأي العام رام دهم عشرة سنين هنا عشرة سنين هما عشرة سنين شو ما لانيناه مش تزيد عشرة سنين اخرين شكور احنا حكمنا 23 سنة تشوف نسبة النمو لخلينها نسبة البطال لخلينها كل شي ونسبة الاستبداد ونسبة الاستبداد الي خليتون شوف شوف انتي ترافي استبداد وقم الحريات احنا اجبدنا في مشروعنا في الحزب انو بيش نقموا حريات و بيش نعم نستبدأت شوف لا ما معملتوش لكن ما عملتوش نقل ذاتي بالكل ما سمعناكم؟ لا مش صحيح ما سمعناكم؟ عطيني نقل ذاتي و نقبلو عليه مش مش ما سمعنا ناشي عطو نعطيك نقل ذاتي مش ما سمعتونيش ما تبعتونيش فالندوات اللي عملناهم الكل اما هو بيش نعطيك حاجة شنو نقل ذاتي يا سيدي تحب نعطيك نقل ذاتي اللي تحكى لي انتي قموا حريات وحده كل انا اعيدوك انو ما عادش بيش يرجع خيزين امتجذب الى الوراء و بيش يرجعونا واستبداد وهذا الكلو ما عادش يرجع التونسي فاق على برشة حويش انو ما عادش يقبلها ما عاد انا طو ما زلت النجم نقمع صحافي ما زلت نجم تقمع اعلامي ما زلت نجم تقمع السياسي ما عادتش ما عادش تقمولها انت انو الاستبداد لا ما عادش يرجع ما عادش يرجع لسه وان في وقت ما لو قاد الدستوري الحر لبعض منه كانوا من الناس السوائل 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 يرجع بقناعة منكم بقناعة بقناعة تخلقت في الحزب الدستوري الحر هذي حاجة اثنين انت اربعتاش جواك يمن عوم ويسكروا لهم الساحة هذي شي تسميه ونددنا بذلك ايضا والبارة هحكينا على البوض كريم كريفة شكرا لك يا سيدي لا تنظر يا سيدي مرحبا بكم الدستوري الحر بحذينا في تسعين دقيقة على خطر المستمعين ونحن نرحب بكل الكيانات السياسية القانونية وخاصة الممثلة في البرلمان بعض الاخبار يكون معنا اسامة الخليفي رئيس كوتلت قلب تونس الساعة الزرب mund الزرب الممثلة وحصوم